في إطار جهود الدولة لتحسين منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة والنظافة العامة شهد وزيراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القاهرة مرسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمعة والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي وضع آلية ذكية متكاملة لرقابة منظومة المخلفات بالعاصمة لضمان تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة من جانبها شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات بما يساهم في تعظيم الاستثمار في هذا المجال